تنضم إلينا من باريس مراسلة الغد بلقيس النحاس يعني بلقيس تفاصيل هذه القرارات التي اتخذتها السلطات الفرنسية نعم صلاح يعني كما ذكرتم منذ قليل أن الكمامات سوف يرفع العمل بها منذ ابتداء منذ اليوم ولكن ما شاهدته يعني أنه بعض الأشخاص لا زالوا يرتدون الكمامات لعلهم اعتادوا على ارتدائها منذ ثماني أشهر وهم ملزمون بارتدائها أينما ذهبوا وأينما حلوا يعني يجب أن أذكر أيضا صلاح أن فرنسا كانت من أكثر الدول الأوروبية التي التزمت بوضع الكمامات في بعض الدول لم يكن مفروضا وضعها خلال سيرك في الشارع ولكن فرنسا كانت من أكثر الدول تشددا وكانت بالفعل تقوم بإجراء مخالفات ضد كل من يحاول نزع الكمامة خاصة عند سيره في الشارع طبعا بالإضافة إلى ذلك الرفع لحظر التجول الذي كان منذ يعني جون شهر السادس بدأ تخفيف حظر التجول اللي كان في البداية في الساعة السابعة أصبح في الساعة التاسعة منذ أسبوع أصبح الساعة الحادية عشر مساء اليوم تم رفع يعني تم قرار يعني الإقرار بأنه يوم عشرين الأحد القادم سوف يكون هناك رفع وإلغاء لحظر التجول الذي لدى ما كان حالا في فرنسا طيلة الأشهر الماضية سبب هذا الرفع هو انخفاض عدد الحالات يعني هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة وتخفيفها كانت هي من يعني بعد اجتماع لمجلس الوزراء يعني الدفاع من أجل من أجل أخذ إجراءات بشأن الإجراءات الجديدة من أجل كورونا وخاصة يعني موضوع التطعيم واللقاحات يعني كان هناك حديث منذ أبريل الماضي بأن هناك مهرجان ميوزيك دولا فات فات دولا ميوزيك وهو مهرجان الموسيقى وهو يقام دائما يوم العشرون من الشهر السادس وهنا كانت تساؤلات عديدة للحكومة الفرنسية هل سيتم رفع يعني الإجراءات فقط في هذا اليوم ومن ثم تخفيفها في نهاية شهر السادس ولكن ارتأوا بعدما وجدوا أن النسب التعافي من كوفيد بالإضافة إلى نسبة الحالات انخفضت بشكل كبير جدا فلذلك قام الرئيس الحكومة بالإضافة إلى ذلك وزير الصحة ووزير أيضا يعني الخارج الداخلية أيضا بتخفيف الإجراءات وأطلقوا أن هناك الآن إلغاء لهذه الإجراءات خلال الأسبوع المقبلة يعني يذكر أنها كانت يجب أن تنتهي حضر التجول يجب أن ينتهي كان بثلاثين من الشهر السادس ولكن تم يعني تقديم هذا الشيء بحوالي عشرة أيام من باريس شكرا جزيلا لك